واشنطن تتحرك على أزمة تيجري وتفرض قيوداً واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب ما وصفته بالفضائع في هذا الإقليم كما حضرت منحة إشيرة لمسؤولين إثيوبيين حاليين وسابقين وأيضاً مسؤولين بالحكومة الإيرترية على صلة بالأزمة فهل تنجح العقوبات الأمريكية في حل الأزمة سريعاً؟ معنا الآن من لندن الخبير في الشؤون الإفريقية علي هندي أستاذ علي مرحباً بك معنا من جديد في غرفة الأخبار تطور لافت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إثيوبيا وأيضاً عقوبات على بعض المسؤولين الإيرتريين إلى أي مدى هذا يعتبر تدهوراً واضحاً؟ ربما ينذر بالمزيد من التدهور في العلاقة بين واشنطن وأديسة بابا أتصور أن هذا يوضح تماماً بأن العلاقة منذ تدويلها في يناير من هذا العام وتدخل أمريكا على الخط ومطالبتها الحكومة الأثيوبية بشفافية حول هذا الحرب وبثقارير أيضاً تعلقت بعدة قضايا منها كان انسحاب القوات الإيرترية لكن أتصور بأن كل هذا كان نتاج لكل هذه الدبلوماسية الأمريكية وفشل حقيقي في إيجاد حوار أو قنوات اتصال دبلوماسية بين الجانبين مما دفعت حكومة الأمريكية في تصور إلى اتخاذ هذا الأمر هذه الخطوة لم تأتي سريعة أو لم تبنى على تكهنات سياسية بل كانت محاولات رأيناها ورأينا بأن حكومة الأمريكية حتى بعثت مندوبها فيلماً إلى المنطقة لكن كل هذا يؤكد بأن الخطورة أو الوضع الحالي بين الجانبين وصل إلى أزمة حقيقية هذه الأزمة الدبلوماسية لم تشهد انفراجاً في الوقت الحالي في تصوري لأن الأسباب والدوع التي أدت إلى حدوثها أو إلى وصول الأمور إلى هذا الأمر لا تزال موجودة على الأرض يبدو أن الحكومة الأثيوبية أصبحت غير قادرة على أن تفي بالتزاماتها تجاه متطلبات المجتمع الدولي وتجاه تلبية الرغبات أو الالتزام بالقيودة الدولية حول هذه المعركة لأن البدايات التي دخلت بها المعركة كلها كانت لم تراعي هذه الأمرة تصور أنها كانت تراهل على أن العملية ستتمش بصورة شريعة وزير الخارجية الأمريكي أنثني بلينكين يقول على الرغم من التزام الدبلوماسي مهم لم تتخذ أطراف النزاع في تيجري إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية أديس أبابا تقليديا أستاذ علي حليف قديم للولايات المتحدة وهناك الكثير من الملفات التعاون بين الطرفين إلى أي مدى بالفعل ستتأثر هذه العلاقة بشكل واضح بعد فرض العقوبات أم أنها عقوبات رمزية مع أنها الحقيقة أكثر من رمزية لأنها تطال المساعدات الاقتصادية ومساعدات لها علاقة بالجانب المالي وليس فقط حظر السفر ومنع تأشيرات إلى آخره الخطورة الحقيقية بالنسبة للموقف الأثيوبي في تصوره هي أنه ليس الدعم المالي فقط كما أشرت لكن أيضا الدعم الدبلوماسي السند الدبلوماسي الذي اعتقزت عليه أثيوبيا لسنوات طويلة جدا حتى بعد تغيير الحكم في عام 1991 وتغيير وذهاب الحكم العسكري في تلك الفترة كله كان يعتمد على الدعم الدبلوماسي الأمريكي حتى ولم يكن لديك دعم ماديا حقيقيا لكن كانت الحكومة الأثيوبية دائما تبقي على علاقات محددة مسافة قريبة جدا من الإدارة الأمريكية لم تحاول في أي مراحلها أن تبعد كثيرا جبت تحديد التقريب التي كانت في الحكم هي حاولت استقلال البعدة الأمريكية على المنطقة منذ عام 2008 وبدأت تتجه في قنوات أخرى بدأت ترى في الولايات المتحدة تهديدا حقيقيا مجيء أبي أحمد كان بالنسبة لإدارة الأمريكية احتفاءا وكانت تعول عليه الكثير تتصور بأن إدارة الأمريكية الآن تقف أمام أمرنا الأمر الأول هو أن ما يحدث في الأرض من انتهاكات لن تستطيع باتم المتحدة الأمريكية أن تغضى الطرف عنه ثانيا الطريقة التي تتجه فيها الحكومة الأثيوبية وتحالفاتها في المنطقة مع الجانب الأرتري والصومالي أيضا تصب في اتجاه تفويت الفرصة على الإدارة الأمريكية للعودة إلى القرن الأفريقي الأمر الذي استعدت له واستعد حلفائها له في المنطقة من أجل أن تكون هناك عودة كل هذه القطط بدأت دخلت في يعني لنقول استضمت بحائط وأصبح هناك مشكلة حقيقية بالتالي حقيقة الأزمة هي حقيقة أن الأزمة لديها عدة تجاهات أو عدة جوانب طيب أستاذ علي أيضا كان لافتا رد الفعل لإثيوبي على هذه العقوبات الخارجية الإثيوبية في بيان لها تقول القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إثيوبيا ترسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيها أديس أبابا لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد الخارجية الإثيوبية ذهبت إلى أبعد من ذلك لتقول أن هذا يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية سيضطر الحكومة إلى إعادة النظر في العلاقات الثنائية هذا موقف متقدم من الخارجية الإثيوبية أدي أسمع تعليق منك على هذا الموقف هو يمكن أيضا يأتي من ضمن نفس الرحاصات القرارات التي اتخذت أمريكا نفس يعني يقع في نفس الإطار هذا بأن هناك أزمة حقيقية في العلاقات الدبلوماء اللهجة الأثيوبية تجاه الإدارة الأمريكية لم تكن بهذه القوة بالسابق بدأت الآن الحكومة التي تتجه إلى مغازلة أو لنقل استجداء الخطاب الوطني في أعمق حالاته أو في الحالات التي تستدعي الاستفاف الشعبي وقد دعت فعلا إلى استفاف شعبي من خلال خطاباتها ومن خلال خطابات العناصر المؤيدة للحزاب التي تدور في فلك الحزب الحاكم وتتحالف معه بدأت أيضا برفع شعارات معادية للإدارة الأمريكية مثل هذا النوع من الخطاب لم تعهده الإدارة الأمريكية من الحكومات الأثيوبية المتعاقبة بالتالي حقيقة الصراع في أثيوبيا الآن والأوليات المتحدة الأمريكية يوضح بأن الحكومة الأثيوبية ليست قادرة على أن توفي بالمطالب التي تطالب بروات المتحدة الأمريكية حقيقة أن الصراع على الأرض وحقيقة الوجود العسكري الميزان العسكري في أثيوبيا هو ليس في صالح الحكومة الأثيوبية ولن يخدم الحكومة الأثيوبية في الإدارة للمطالب الأمريكي ومع ذلك البعض يرى أن واشنطن لا ينبغي أن تذهب بعيدا في فرض عقوبات أو في اتخاذ إجراءات ضد أديس أبابا لعدة أسباب ربما أبرزها أن أديس أبابا تلعب أدوار مهمة في المنطقة الإفريقية هناك قوات حفظ السلام تساهم فيها أديس أبابا في دول مجاورة وربما الأهم أديس أبابا تلعب دور مهم في رصد نشاط الجماعات الإسلاموية المتشددة في منطقة القرن الإفريقي هل هناك إمكانية في المجازفة في هذا الدور إذا زادت الضغوط من قبل واشنطن؟ أعتقد أن الإدارة أمريكية وضعت الأمر في كفتين الكفة الأولى هي ما أشرت إليه لكنها وجدت في الكفة الأخرى أيضا بأن هناك استفاف عسكري فضلت الحكومة الأثيوبية بمساعدة حليفيا في أسمر وصومال في أن تتجه إلى هذا الاستفاف العسكري الذي استثار غضب السودان والذي استثار أيضا غضب كينيا وجيبوتي وأدخل المنطقة في حالة من الاحتقان العسكري التي كان بالإمكان تجنبها تالي الدارة أمريكية وجدت بأن التضحية بالصومال وكونه العمق الحقيقي للحركات الإسلامية والحركات المتطرفة المتمثلة في حركة الشباب الصومالية وعلاقتها بالعمق الأفريقي حتى يتجد وصولا إلى موزنبيق وتمكنها من أو توسعها في امتدادها في تلك المناطق رأت بأن الدارة أمريكية بأن الحكومة الأثيوبية بهذا المسعى التي اتخذتها بهذه الخطوات التي اتخذتها إنما سعت إلى أن تقيم تحالفا عسكريا على عوضا من أن تقوم بإحداث تكامل اقتصادي كانت تعول عليه الدارة أمريكية من أجل الالتفاف في الاحتواء هذه الأزمة تالي أجل هنا أتصور أن الخيار الآخر وهو خيار أن تفرض العقوبات على الحكومة الأثيوبية في محاولة لرد الحكومة الأثيوبية عن النهج الذي اتخذته وبالتالي خلق تعاون حقيقي مع كل دول هذه منطقة لأن كينيا عنصر مهم لا تريد بإحداث ميكية أن يكون بعيدا عن هذا الأمر أغاندا عنصر مهم السودان عنصر مهم كل هذه عناصر مهمة كانت ترودا متحدة ميكية أنه لا يمكن خساراته بهذا الأمر أي أن وزن أثيوبية لا يمكن أن يكون أكثر من وزن كينيا كلاهما ولديهم نفس الوزن شكرا جزيلا لك الأستاذ علي هندي الخبير في الشؤون الأفريقية كان معنا من لندن